موسيقى 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 السلام عليكم هلي بيكم فيديو جديد ماذا رحس ما زهكت مني كلها بطلع مفواجهي يعني في الجو حلوان ازهكت من نفسي اطلع فيها في الانترنت فتوقع انك تشوفون الجو احسن ومنها تطلعون هولي لم تتبه مهم نبدأ معاكم الفيديو فيديو اسئلة او اسألني حطيت البوست هنا طبعا خلاص من نهاية الفيديو رح احذب البوست ما بيقلب الوقت من هنا الهنا السعودية حطيت امس الليل عندنا احين الظهر عندنا فامس الليل يعني يعتبر الصباح عندكم واحين الظهر يعتبر الليل عندكم فبحذب احين بس بخلص اسئلة وبحذب هنشوف كم وصل احين هادوز الفيديو فنضغط هنا نخلي على مبلأ مبتوب نضغط على الولد اوكي من بدايح نبدأ نبدأ من فوق ينصح بشراء ايفون في هذا الوقت شخص اسمه فورتنايت محمط لا ما ينصح اذا جهازك الايفون اللي عندك شطال معك كويس يعني ما في اي خلل ما في اي شي تقدر تجلس شهرين ترى ما بقل لا شي يعني هم نخلص جون جولاي اوغاست سبتمبر نص سبتمبر انشاء الله وصل يوم مدى احنا نص سبتمبر بينزل ايفون جديد فسعر الايفون متشتري حين نفس سعر الايفون جديد فلا تقدر تنتظر انتظر احتى الايباد اذا كنت تشتري ايباد برو ليش ما تنتظر ايباد برو باقي لاتذة شهر يعني ما راح ينزل في سبتمبر ينزل في اكتوبر المهم ننزل تحت السلام عليكم او دقيقة بليز شكتي شقات وانت اكتب يعني حاول انك تكتب بلغة عربية فصح شوي الكتاب خاصة الكتابة والله ماذا يعني في كلمات تقولها ماذا براح اقرأ معاكم كل شي عبدالله الشماسي السلام عليكم السؤال السؤال انا اشوف بعض الايفونات ما كان النوتش يشر بالنور وبعضها ما تشير ايش الفرق اقصد 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 احساس الفيس امهو تهمت كلامك شو يجاهزين حق رومي و جوليت هنا تهمت كلامك انت اللي تشوفهم بالفيس ان لوكت يقشر بالنور هاد اللي تشوفه بالكاميرا تصور بالكاميرا الجوال حقي وانت تفتح الجهاز تشوفه يقشر انت ما رح تشوفه بالعنى المجردة انت اللي تشوفهم باليوتيوب هو الكاميرا يقشر بس ما رح تشوفه ذا الحركة الا بالمربع المجردة بالكاميرا فما رح يقشر في الواقع مثلا تشوفني اصور تشوفها يقشر في الكاميرا بس انا وانا قلت ساخده ما رح يقشر هل ممكن مستقبلا ابل تدعم برامج فاينال كات على جهزة الايباد وايش الجوال يتصور فيه المكتب في المستقبل ليش ما تدعم رح تدعم يمكن بان فما حين حولت هي ابل اقدرت توصل برامج الايباد برامج الايوز تقدر تنزلهم في الماك فمستقبلا تقدر تقلب الحركة يعني الايباد يمكن يوصل لحق الفاينال كات ليش ما يوصل لما تنظر فلازم نشوف حال بمهم نكمل معاكم نشوف اصيل السلطان سوري ما قلتم على الصوت سوري على الازعاج وعلى الصوت هل ممكن تشتغل برامج الكميوتر مثل الفاينال كات وفوتوشوب تتكلمنا عن الفوتوشوب اصلا فوتوشوب ارودية شركة ادوبي اعلنت انها بتنزله في 2019 بس الان ما نزلت الفوتوشوب ارودية موجود بس ادوبي اعلنت انها بتنزله فل فرجين يعني نسخة الكميوتر رح تنزل كلها على الايباد لتنتظر حين هل ممكن اشتري هواتف او ايباد بروة او انتظر في 2020 جواب تلي من قبله شوي كم تريد انتظر اذا كان عندك جهاز ايباد اذا لا ما عندك ايباد رح تشتري اشتر ايباد اللي موجودة حين لان الايباد الجديد اللي بينزل في 2019 ما توقع بيصير نقلة نوعية يعني نفس النقلة اللي صارت الحق الايباد بروة اذا كنت بتحمس الحق الايباد بروة واذا قدرت انتظر انتظر يعني بدل ما تشتري به المبلغ انتظر نفس المبلغ تقطع لجهاز ايباد جديد بعد ترجح انت تقصد ايباد ايباد النوتش سؤالي هل اذا انا جديد على نظام ابل ايش استفيد واذا تقدر تخصص حلقة من عيوب الايفونات والايبادات في النظام وها ميزاتي تاخدون اصحاب الايفون شركة ابل ما تسوي لنا جميع ميزات الاندرويد ولماذا شركة ابل اوكي اول سؤالي هل اذا انت جديد نظام ابل تستفيد نظام جديد ما فهمت الشخص اللي بيشتري ابل اول حاجة تواصل او الكنيكشن او السنك بينك وبين الجهاز الثاني يعني جهازك الايفون اذا كنت تردت جهاز الايفون كلهم نفس الشي عندك جهاز ايفون جهازك ايباد الملاحظات اللي هنا يعني اكلم واحد اوقف افتح الايباد اكمل المكالمة معه احمل برنامجين اشوفه هنا اصور صورة هنا اشوفها هنا الكمبيوتر حقي فاتح متصفه قاعدة استاخدما سكرت الايباد اروح افتح الايفون اكمل متصفه نفسه احفظ ملاحظة في الايفون اشوفه في اللابتوب احفظ ملاحظة في الايباد اشوفه في اللابتوب يعني اجهزتي كلهم سنك كانهم جهاز واحد هذا الشركات اللي الان ما قدرت تسويه نفس سلاسة ابل ما في اي شركة نفس سلاسة ابل تسويه الحركة خير بعد الفيس تايم المكالمة عادية تقدر تكلمها في اللابتوب ويسحب على رصيدك اللي في الجوال اس ام اس ترسل من اللابتوب اي ميسج من اللابتوب يعني الكل نكشن دا كلها اللي تحصلها جهازك اجهزك كلها جهاز واحد ما رح تحصلها الى عند ابل طيب الشي اللي فاخدينها نظام الاي او اس عن الاندرويد الشي اللي كل سنة لاجه ينزل السوفتوير يتكلمون يقولون يبون يعني قالوا يبون نظام الايلي شي اللي باقي تكسم الشاشة اللي يبون ينتظرونا في الاي او اس يعني اللي يقولون الناس نقصد الاي او اس يمكن اما انك الناس يبون تغير الايقونات مملة ما توقع ان اذا سميزة انك اغير الايقونات لشي ممل خلك الشي على نفسه احنا بسلاسة ونحكي استخدام الجهاز انك تغير الايقونات ما يعتبر ان تستفد شي تغيرت الشكل تحبي التغير ما توقع ان التغير يعتبر ميزة يعني انك انت بالاندرويد كل جهاز او كل كل شركة عندها سوفتير خاص فيها ونظام اعتبر ميزة ما شوف انها ميزة ولا شوف انها سلمية اوكي غير بيتك غير استخدام الجمعي التغير ما موضوع اوكي اوكي تكسيم الشاشة الناس يجبون استخدامها ونص يجبونها كميزة اوكي 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 وتوقع اني مراه اقدر اكمل شفت الحوال شفت ا الخلق اكمل معاكم ونكون يوم ثاني والله وصل الجو كله قام يطيح برد توحك الحمد لله أنا وصلت للسكن شوف كيف ملورس هكذا شوف كيف الجو تقولوا بردي كيف رجعت معكم بعدما تعدل الجو طيب نكمل معكم حالان اليوم بتنائحين ان شاء الله يتفل الجو كذا حلو المهم نوصل لحق واحد اسم everything cold يقول ليش اخي العزيز شاشة لايبادة برو 2018 لد مو و لد مع العلم سعر الجهاز مرتبعت من الجواب كبداية الشاشة ما بلد لد مكتوب لد بلاك لايت مكتوب بالتغنية الشاشة LCD اللد هذي تغنية الإضاءة لو تكتب عنها تشوف تغنية الإضاءة وتغنية النور ليس تغنية الشاشة تغنية النور الانبعاث لحق الشاشة يلا سوري على الحركة دي اشان اشوف ان الجهاز المبراح يسجل فهذا البداية ثانية حاجة ليش ما خلاها OLED الى الان اول حاجة التدمن شاشة لايبادة برو 2018 و 2017 تغريبا الرفرش الحق الشي سمونه الرفرش ريت حق الشاشة 120 هيرتز من السن الراحة تغريبا الى السنة هذي الان ما قدروا والناس او تغريبا موصلوا الان السنة ذيتها وهم ان يوصلون الرفرش على الولد مئة وعشرين قبل متقدمة صح LCD لكن متقدمة على الرفرش لا تحسبون الولد افضل من الالسيدي في كل النواحي الالسيدي في ميزات ما موجودة في الولد وفي ميزات في الولد ما موجودة في الالسيدي فهذه فيها ميزات وهذه فيها ميزات صح تغنية الولد ترى الى الان يعني تكلم عن منه نفسها سامسونج متوهقة في الولد حيانا تنزل الولد نزلنا ميزة ثانية وصلنا الشاشات نزلنا ميزة ثانية سمناها كيو اولد فهي مشاكل يعني معروفين السنوات الراحة من الاول من نزلتها على الشاشة خلت الالسيدي ميصد مئة وعشرين هيرتز الولد ما توصل مئة وعشرين تغيبا في الجوارات حين وصلوا تسعين هيرتز بعضهم تغريبا توهم السنة ذي وصلوا مئة وعشرين فهي مشاكل على الولد نفسها في مشاكل بعد على الولد لحق احتراق الشاشة يعني الشاشة اللي حطت فيها شعار وشي بختم التلفزيونات على طول تحترق يصير الشعار على طول شقال ينطبع على الشاشة حتى وتغيير الشاشة ففيها مشاكل فمثل ما قلت لكم في مشاكل في الولد ومشاكل في الولسيدي الولسيدي بس التغرين الوحيد يمكن لو تتعدل فيها ان هي اللون الاسود لو انه يصير داكنة ويطفي اللوت يصير افضل بس هذا الفرق يعني هذا الجواب ننتقل حين شخصتان السلام عليكم اخوي بما انك جربت لايفون 10 اس ماكس فترة طويلة وش انطباعك عن من ناحية الاداة والاستخدام وما في افضل من افضل جهاز 10 اس ماكس 10 ار افضل جهازة ابل في 2018 الى نصف 2019 الى الان احين ما اتوقع عن صحي شخص انه يشتري جواله الان تضغط اشعر واشترك بسعر لايفون لو بتشتري متراح ينزل لايوس 12.4 ما احد يدري اتوقع التموظفين ابل يمكن بعضهم ما احد يدري يعني ده سياسة ابل تدري متى تنزل ذي شيء متى تتأخره يعني ما في احد يدري حيانا ندري متى بينزل البيتا في نفس اليوم مثلا نقول اوه ثلاث ساعات ابل وتنزل البيتا هذا اللي نعرف عنه بس اما متى بالتحديد قبل تنزل السوفير ما احد يدري لتعب نفسك انك تحاول فيها لايوس 13 ندري انه ينزل في سبتمبر ليش لانه مؤتمر ابل كل سنة في سبتمبر لحق اعلان الايفون الجديد اللي هو ينزل عليه السوفير الجديد فنعرف انه في ذاك الشهر ينزل السوفير بس متى ينزل السوفير ما ندري ان ابل ما اعلنت عن مؤتمر حقها فالسوفيرات الصغيرة مثل 12.4 و 12.3 ما احد يدري عنها ابل كذا بالحاله ينزل السوفير اوكي هل التول سيكون اخر تحديد الايفون 6 12.4 الايفون 6 الايوس 12 اي اخر تحديد إذا انا المحدث اقد كدفت ان ازل ايCom 12.4 ذلك هل يستطيق يستطيع ان افصل 생각이 الذهي اذا انا الامه يعني مثلا 12.0 أو 12 هذا يعني سمونا في مشاكل تكون بعدها بسبعة وسبعة تنزل قبل 12.0.1 يصبح أفضل من 12.0 أهم شيء أن على مدار السنة نهاية السوفتوير نفسي نهاية السوفتوير 12 يعني نحن 12.4 يكون هو أفضل سوفتوير وأثبت سوفتوير بجميع الميزات فيه وهو يكون أفضل سوفتوير من نايوس 12 نحن ينزل مثلا نايوس 13 لن نزل السن الجاي في نفس الوقت يكون أفضل أداء لحق يعني إذا كنت تطبيت في نصحك أنك تختم الجهاز ما رح تحدث ما رح تحزل حق نصحك أنك تأخذ أخر أداء أخر سوفتوير من نايوس 13 يعني 13.4 لو ينزل السن الجاي فإذا كنت على نايوس 12 نصحك أنك تختم جهازك على نايوس آخر لأنها تكون قبل خلاص نصحك أنك تكون قبل خلاص سوفتوير من 12 إلى 13 تختم 12 بأفضل أداء فإن شاء الله فهمتوا حقا نكمل معك ما الذي خلقك تفعل غناء على اليوتيوب هذا شخص شخص قاتب ما الذي خلقك تفعل غناء على اليوتيوب أنا متواحق بدي بسوك ما الذي خلقني أفعل غناء في اليوتيوب عندي غناء ثانية عندي غناء ثانية سويتها في 2010 أول آيباد 2 نزل آيباد 1 ما سويت لها الغناء سويتها في آيباد 2 كانت غناء تسمى أحمد الفارس لو كنت قدرت تبحث عنها بديت الآيباد الأول و بديت من ذيك الفترة إلى تقريبا قبل ثلاث سنوات أو أربع سنوات وقفت فيها الغناء لو تفتحت تشوف في مراجعات سويت فيها كانت مبدك القوة فيها كانت بس تغنية فتحت هذه الغناء في 2013 أو 2014 كنا مسافرين مع الشباب لو تفتح هذه الغناء وتنزل تحت البداية ما كنت أتكلم عن التغنية أصلا بديت فيها سويت فيديو كنا طلعين من هنا رحنا على لاس فيغاس طلعنا من لاس فيغاس رحنا على لوس أنجلس أو سانديق و بعدين لوس أنجلس تشوف أول فيديو فيها سويتها فيديو كامل تمشيتنا مع الشباب كان ساعة وشوي تغريبا هذا بدايتي معها بدين قطعت سنة وشوي بعدين طلعت مع قروب أمريكان و رحنا منطقة هنا عندنا في أمريكا وسويت فيديو لها بعدين بديت تغريبا أسوي فلوقات في فلوقات كثيرة موجودة في الغناء و برضو في فلوقات عندي رح أكملها يعني عندي فلوقات زيادة برح أنزلها عندكم بعدين فكرت ان ليش ما أبدأ في التغنية عندي أجهزة وأحب التغنية وأقرى كثير عندي معلومات كثيرة ليش ما أشاركها مع الناس طبعا أبدأ في التغنية كالشي الميولي يعني أنا ما في النص أتكلم عنده وأحب ذلك الشي اللي أحب أتكلم فيه فالغناه الشي اللي أحب أنا يعني مثلا ما أحب الأندرويد ولكن لو عندي فلوس والنبلاص شريته والنبلاص آخر واحد جهاز ما أحب الأندرويد بس أحب والنبلاص ما أحب الأندرويد أمين للبيكسل شوي كالجهاز نطيف ما أحب الأندرويد أحب أستخدم ذلك شهر شهرين عادي يعني مثلا لو نزل النوت ما أحب سامسوند يمكن لكن ليش ما أستخدم النوت أسبوع أسبوعين أجربه وأتركه عادي يعني كذا فذي وجهة نظري ودأ وأنا أشوف الشي اللي بشتري وأستخدمها وأسوي لكم فيديو له فكذا يعني أحب بوز سماعة بوز سويت لها ريفيو الحق لها تقريب أمام في الغناه هذه الغناهات الثانية بتنزل بوز سبوع دا أو سبوع دا بتجيلي جديدة بأسوي لكم ريفيول لها برضو فكذا يعني أوكي نتشغل لهم الثاني عندك كم سنة ومش تخصصك التخصصية اللي افتركة الانجينيري البلدنج وراء شجرة ذي مبذل البلدنج الثاني الثالث عمارة كبيرة نحن أخذ البلدنج حقها هنا كم سنة تخصص أوكي دعونا نكمل تكلم عن لايباد ميني 5 فرق بين لايباد ميني 4 لايباد ميني 5 الفرق بين لايباد ميني 4 فرق كبير الشكل نفس الشكل بطارية أقوى معالج أقوى معالج جبار يدعم القلم يعني إذا كان عندك ايباد ميني 4 وتابع ايباد ميني 5 أنصحك 100% تشتري 100% ترى التغنية خاصة المعالج يعني ما يحتاج تجيب الجهازين يوم بعض وتشوف الأداء حقهم عشان تسوي فرق بينهم لا استخدم هذا وتركه أسبوع تركه شهر بعدين اشتري جديد شهر واشتري جديد يمكنك يعني في شهر انك نسيت حتى استخدام الجهاز ده اشتري جديد تحسب فرق أوكي الكاميرا مافي فرق كبير مافي فرق لكن جهازه في قلام سلاسة في الجهاز المعالج حقه يكفي معالج الابل 12 معالج الايفون 10 اس فشي قوي في الحق لايباد هلعب ابل بتكون مجانا؟ مافهمت ابل ما تسوي العاب حتى نسويه مجانا مافهمت كلمتك لكن ابل اركيد باشتراك وتستخدم هذا إذا كنت تقصد ابل اركيد مافيش شركة تسوي العاب مجانا مافهم كلامك انتقل حيني انا عايش في هولندا ما هي خدمات ابل متوفرة فقط في امريكا ولا توجد في هولندا مثلا منصة العباب والغياس والنظرات القلب انت عايش في هولندا انت بتعرف الميزات يعني انا اقدر اوقف حين نروح لك افتح الكمبيوتر اللي بقولك يا حين بسويه انت سويه افتح الكمبيوتر اضغط www.apple.com وانزل اخر شي تحت جزاوي يمين او يصار ناسي ربن يمين في علامة امريكا اضغط عليه واختار الدولة حقتك اضغط عليها واختار الدولة حقتك وخلاص تفتح لك صفحة منصة الدولة حقتك وتشوف الميزات اللي موجودة في الدولة ديك هذي ميزات اللي نازلة عندك في الجهاز كده تعرف الميزات اللي موجودة عندك اوكي ايش تحب اكثر ايوس في الاندرويد اتوقع تعرف كان صور بالايفون سؤال هل يوجد تحديث الجريد قطل التطبيقات لا ما سوا الحركة هل تن هل استغبر الله وين فوق هنا ما افهم والله استغبر الله اني شباب بليز اللي بيتكلم اللي بيكتب حاول قد ما تقدر اكتب بلغة عربية فصحة مثلا هل يوجد تحديث الجديد فقط هل يوجد بالتحديث الجديد فقط ليش انا قمت معرفة اقرأ برضو اوكي مرة ثانية سؤال هل يوجد بالتحديث الجديد قفل التطبيقات من الداخل لا لكن في حركة يمكن تسويها سؤال هل تن تحديث الترجمة بحيث من انسخ تطلع عقون الترجمة بالشاشة سؤال هل الأمس ماكس يدعم التصوير بالشاشة الأممية اوكي ثاني خيار لا يعني قلتك البداية شنو شلي البداية يقول له هل يوجد تحديث قفل التطبيقات لا بس تقدر تسوي الحركة انك تفتح وتخش الخصية وتشكل لك النمط ان تغفل التطبيقات بعد الخروج منها وتنقفل يعني في حركة انهم سوينها بس تقدر تسوي الحركة يعني تنقفلها هل تن تحديث الترجمة تضغط عليها يطلع لك الدكشيناري تجد تسوي الحركة بس انك تترجم على الكلمة لا وفيه برامج مثل تقدر تنزل منصة في سفاري مثلا او اضافة انك تحدث برنامج البرامج تحدث الصفحة كلها تجد ترجم الصفحة كلها كاملة هل الأمس ماكس يدعم تصوير التصوير اتصدق الخلفية الكاميرا الأمامية الخلفية تتكلم في آخر فيديو لا عن ليفون أبر دعماتها المطورين المطورين ينزدون هذه الخدمة قد ما دعمتها في البرامج حقها يمكن قدام المستقبل عبر افتحات المطورين ولازم تنزل برامج حتى الشهر الجاي اللي بعدها ومئة في المئة على ما ينزل برامج تدعم دي الميزة مثل البرامج سناب شات يمكن يسويها مادري والله الانستقرام يمكن تسويها برامج تصوير من الجهتين عبر افتحات الميزة لكن الايوس 10 10 اس اسماكس والايباد ابروه 2018 بس ومع الايبادات لتنزل وايفونات لتنزل جديدة هالميزة الجديدة في الايوز تقدر تخلي جهازك انجليزي والتطبيق العربي تقدر تسوي الحركة تكلمت عنها في الايوز 13 هالتحديث الجديد يقدر يخلي بوقت التصوير يكون بالمؤقت تقريبا من زمان التصوير بالمؤقت في الايفون في خيار فوق تقدر تخلي مؤقت واذا ما فيه من بعيد لو انك ساعة تقدر تخلي بالساعة تصوير او انك تقريبا من سيرة تقدر تخلي تصوير في برامج بالحركة تقدر تخلي تصوير فمن زمان دي الحركة هاي الخاصية تعمل على جهازة ابل فقط ولا مع جهازة ثانية هل اقدر اشبك جهازين بنفس الوقت امع الايفون بالملتوث مثل سماعة بيتس بسماعة العيدية ما اتوقع سماعة بيتس طريبا ان ابل الان تكلمت من الاربود بس ما جربتو نجرب بالدام هل اقدر اشبك سماعة ابل سماعة ابل بنفس الوقت ايه مع الايو سيرتين شنو اخر ايباد منزل من ابل وهل ايباد اير 2019 افضل من ايباد ابرو 2017 ايباد ابرو 2017 بقوة افضل ترجع وين احنا بي ايباد ابرو 2017 لو قيل لي دقيقة ايباد ابرو 2017 دقيقة ماهل خوبات الايباد اير الجريد افضل من ايباد ابرو 2017 بالدام ابدا ابرو افضل اختيار بالنفس 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 بالنسب لي راح حصير الايباد اير ايباد برو يمكن افضل بالكاميرا ولا شي ذي لكن ايباد اير هاردوير اغل لكن دعم يمكن اكون اطول وانت على حسب تبي الدعم ولا تبي هاردوير انا استخدم الكهرباطري حق الايفون مرة كثير هل هذا الشي يؤثر الا لا قال السفل لا ما يؤثر جهازك يشحن ما في اي مشكلة انك جهازك مشحون قعد تستخدم ممكن الحرارة اذا سخن فصلة لان الحرارة هي اللي تأثر موش الشحن اللي يؤثر في اي وقت ينزل ايفون جديد في سبتمبر في سبتمبر ينزل جميع ايفونات العالم الى الان اللي انزلت خلاص تعرف ان كل سنة في سبتمبر ينزل ايفون جديد في شهر تسعة ميلاتي ينزل ايفون جديد في فرق بين الايفون 10 اس و 10 اس ماكس و الشاشة حجم الشاشة و حجم البطارية اعتبر ان الشاشة اكبر جهاز اكبر بطارية اكبر عندي حوالي 800 دولار واشتنصحني اشتري جهاز بين الايفونات طبعا ايفون 10 ار 800 دولار ايفون 10 ار مدري كم بيمتها حين بس 10 ار كم سعر كفر بطارية حق الايفون 10 اس سويت لها مراجعة في القناة تخش عليه وتشوف المسعار 129 دولار خريبا كم سعر اخر ايباد نزل نزلتها ابل الايباد اللي يشبه الايفون 10 ايباد يشبه ايفون 10 ما مرة شفت ايباد يشبه ايفون 10 ما مرة شفت ايباد يشبه ايفون 10 ما ادري سوال صعب المهم بس تقريبا خلاص خلطنا اسئلتكم كلها فنهايت الفيديو لا تنسو ان اشترك لانا حين البوست بحذفة كنت بحذفة امس اللي قلت لكم شبت الجفشي اللي صار شبش حالات الجوة حين انده شبت شى الجو اللي صار امس فما قدرت نحذفة فاحين احذف الكمنت هذا وهذا اسألني الاول كان في واحد اسألنا قبل مع علي حتى اسألني أنا الحالي فهذا الفيديو الاول حق اسألني خلصنا من صار طويل طبعا واسف على الفيديو الطويل ان شاء الله تابعونا نسوي لكم يا اسألني كل شهر ولكل شهرين ولكل ثلاثة وكيفكم انتم بس في نهاية الفيديو ستشتركوا لغناه ونشروا ماك طعب عماليك وماك طعب تعليقاتكم تحت تهمني ولا تنسوني من فاضل دعاكم والسلام عليكم حسيتني نناصي شي بس اني تمن بالذكر الحمدلله انه ما بعد يسوي شي وما بلعت مكاني التصوير هذا من الايفون 6 اس الكاميرا الخلفية على اليو ستيرتين البيتا الاول نسخة تجيل فيه الاولى الوضوح ما رفعت على الفوركي خليت على الفوثومانين ستين فريم